اشتركوا في القناة الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صلي عليه في الأولين وصلي عليه في الآخرين وصلي عليه في كل وقت وحين وصلي عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله رحلة الحج رحلة مباركة عظيمة رحلة ليست كسائر الرحلات رحلة تسكب فيها العبرات رحلة تمحى فيها الذنوب والزلات رحلة تقال فيها العثرات رحلة يعود منها أهلها إنهم صدق النيات كيوم ولدتهم الأمهات الحجاج استجاب لانداء الله تبارك وتعالى حينما أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن ينادي في الناس بالحج قال الله وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ظامر ياتين من كل فج عميق قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام يا رب وكيف أسمعهم فقال الله عز وجل يا إبراهيم منك النداء وعلينا البلاغ الحجاج سمعوا نداء الله تبارك وتعالى فاستجابوا لهذه الدعوة فهم وفد الله سبحانه عز وجل دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام فيا أيها الحجاج الكرام في هذه الحلقات المباركات بإذن الله عز وجل نقف مع هذه الفريضة مع هذا الركن العظيم من أركان الإسلام ننظر في بعض أركانه وبعض واجباته وسننه ونقف بإذن الله تبارك وتعالى مع بعض أسراره لنتربى في هذه الرحلة المباركة ولنستفيد بإذن الله عز وجل من أسرارها رحلة أيها الحجاج المباركون وقد اختاركم الله سبحانه عز وجل لضيافته في هذا الموسم المبارك فأنتم مختارون من عند الله عز وجل استفاكم فدعاكم إلى بيته سبحانه عز وجل أنتم أيها الحجاج سفراء لبلادكم أنتم أيها الحجاج تقدمون على بيت الله الحرام وتطوفون به وتقفون في عرفات وتسعون بين الصفى والمروى كل ذلك من أجل مرضات الله سبحانه عز وجل فالحجاج والعمار هم ضيوف الرحمن سبحانه وتعالى الحجاج هم أولئك الذين يذهبون إلى عرفات ليجددوا العهد مع ربهم سبحانه عز وجل ذلك العهد الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم حينما خلقهم ألست بربكم؟ قالوا بلى فيذهب الحجاج إلى صعيد عرفات كأنهم يجددون العهد بربهم تبارك وتعالى سبحانه عز وجل فهذه الحلقات بإذن الله تبارك وتعالى نقف فيها مع الحج ركنا بركن بإذن الله تبارك وتعالى ننظر إلى ما فرض الله عز وجل على الحجاج ثم ننظر أيضا إلى أسرار تلك العبادة المباركة التي هي الركن الخامس من أركان الإسلام بل هي هذا الركن التي الشعيرة شعيرة الحج الحج أبو العبادات لذلك نجده في تلك العشر المباركة العشر التي ربنا عز وجل أقسم بها في كتابه العزيز حينما قال والفجر وليال عشر في تلك العشر تجتمع فيها العبادات أركان الإسلام جميعها فنجد فيها الصلاة ونجد فيها الزكاة ونجد فيها الصوم ونجد فيها الحج بإذن الله تبارك وتعالى هذا الحج أيها الإخوة الكرام الذي فرضه الله سبحانه عز وجل علينا فهو ركن من أركان الإسلام هذا الحج الذي بإذن الله تبارك وتعالى اصطفاكم أيها الأحبة الكرام حجاج بيت الله الحرام اختاركم وإذا كان الإنسان لا يدعو إلى بيته إلا من يحب فكذلكم ربنا سبحانه عز وجل حينما اصطفاكم كان هذا اختيار من رب العزة سبحانه عز وجل اصطفاكم واختاركم ودعاكم لضيافته ليكرمكم سبحانه عز وجل وإذا كانت كما يقول العرب أو كما تقول العرب إذا كانت المآدب على قدر الآدب فتخيلوا معي أيها الأحبة حجم الأجر والفضل الذي يناله هذا الحاج بإذن الله عز وجل وهو يذهب في هذه الرحلة المباركة فاستحضروا نعمة الله عز وجل عليكم واشكروا ربكم تبارك وتعالى على هذا الاختيار وأخلصوا نياتكم لله سبحانه عز وجل واحرصوا على اغتنام هذه الرحلة المباركة فيما ينفعكم نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يوفقكم لما يرضي رب العزة تبارك وتعالى حج مبرور وذنب مغفور السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة